يا صباح الفل عليك يا كريم صباح الفل عليك يا نهوان دي نوارتي حمد الله على سلامتك وألفا حمد الله على السلامة يا رب كوني بقيتك كويسة الحمد لله تسلام يا ماري صباح الفل عليك وصباح الفل على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة يمكن يا كريم طبعا يعني فعلا الجو حرم متوقع لي أنه هو كمان يشتد حرارته خلال الساعات المقبلة ولكن خلينا طبعا النهار دا يعني إحنا حضرين شاشة قناة النادي الأهلي التمرين الأخير داخل ملعب مختار التيتش من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة التمرين الأخير قبل الصفر خلاص يعني ساعات قليلة بتفصل فريق الأول قرة القدم بالنادي الأهلي للصفر لتونس لطبعا ملاقات تراجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا طبعا يعني التجمع للفريق كان في تمام الساعة التساعة صباحا يمكن فيه لعيبة جت مبكرا حتى عن التجمع قبل الساعة التساعة صباحا أبرزهم كان محمد هاني كمان أفشا محمد شريف وكوكا كل دول كان متوجدين في الصباح الباكر تم التجمع في تمام الساعة التساعة صباحا التمرين بدأ في تمام الساعة العشرة صباحا ولكن قبل التمرين كان فيه محاضرة مطولة لمستر بيتسو موسماني مع اللعيبة يعني يمكن نتكلم معاهم فيه جزء كبير جدا أنه المباراة مباراة صعبة محتاجة تركيز كبير جدا وده اللي هيركزوا فيه النهاردة فيه تمارين النهاردة إن شاء الله كمان مستر بيتسو موسماني قبل التمرين مباشرة كانت كمان اجتمع مع الجهاز المعاون جهاز الفني المعاون ليه كمان كان ليه حديث معاهم يمكن برضو فيه التركيز على تمرين النهاردة عايزين نتكلم يعني كمان شوية على أنه هو عقب انتهاء التمرين النهاردة هيكون فيه تحرك للفريق مباشرة يعني حوالي الساعة 12 ونصف ظهرا أو الوحيدة ظهرا على طول على مطار القاهرة الدولي كمان ده هيكون علشان يعني يلحقوا بالطيارة على متن طائرة خاصة هتتحرك فيه تمام الساعة الرابعة عصرة متجهة إلى تونس كمان النهاردة يعني يمكن فيه شوية مواقف للعيبة هنتكلم عنها كان لينا حديث قبل الهواء مباشرة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق يمكن نتكلم أنه الحمد لله كل عناصر الفريق هتشارك أو مسافرين باستثناء طبعا أربعة من اللاعبين بسبب يعني اختلاف مواقفهم الطبية والأصابات هم محمد هاني محمود متولي محمد محمود وكمان كريم نيفد هم دول الواحدين اللي مش مسافرين مع بعثة النادي الأهلي أما باستثناء هذا كل اللاعبين إن شاء الله هيشاركوا في البعثة كمان وليد سليمان قبل بدء التمرين مباشرة خضع يعني الفحص الطبي علشان للاطمئنان على الإصابة الخاصة به والحمد لله زي ما انتوا شايفين ورانا يمكن وليد سليمان بيشارك في التمرينات الجامعية بشكل مطمئن والحمد لله إن الفحص الطبي جاء بشكل مطمئن كمان يعني خبر صار لكل جمهور النادي الأهلي برضو دكتور أحمد أبو عبلا قال لنا أو صرح لنا به قبل الهواء والحمد لله زي ما احنا شايفين ورانا أفشى لليوم الأول بيشارك في التدريبات الجامعية ده طبعا بعد الفترة اللي فاتت أو بعد فترة إصابته الحقيقة أنه هو كان بيخضع منفردا ل يعني برنامج استشفائي وعلاجي والحمد لله فعلا هو النهاردة لليوم الأول بيشارك في التمرينات الجامعية إن شاء الله عشان يكون جاهز يعني للمشاركة أو نسبة المشاركة في مباراة الترجي عايزين نقول إن أفشى بصراحة الحقيقة يعني كان بيسابق الزمن عمل مجهود كبير جدا جدا مع دكتور أحمد أبو عبلا ومع كل الجهاز المعاوني للفريق الطبي إنه هو يكون جاهز أفشى بصراحة كان عنده استعداد كبير جدا إنه هو يكون موجود وده فعلا اللي حصل النهاردة هو بيشارك في التمرين الأخير قبل التوجه لتونس كمان عايزين نتكلم طبعا يعني زي ما انتوا قلتوا إن أيمن أشرف عنصر مهم جدا في الفريق أصبح جاهز للمشاركة في مباراة الترجي ده طبعا بعد خطاب الكاف التلقاء طبعا بعد يعني الاستفسار اللي بعته النادي الأهلي للإندار اللي حصل عليه أيمن أشرف في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان ولكن الحقيقة إن الكاف قال إن دي بطولة ودي بطولة والحمد لله أيمن أشرف هيكون جاهز للمشاركة في المباراة طبعا زي ما احنا عارفين يعني إنه هو عنصر مهم جدا في الفريق ثلاث لعبين هيكونوا في انتظار بعثة الفريق في تونس إن شاء الله هم علي معلول أليو دانج ووالتر بوليا كمان لأنه هم متوجدين في تونس بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم تونس ومالي وكمان كونغو عايزين كمان نقول سلبية المسحة الخاصة بالفريق اللي خضعوا لها قبل الصفر وهي المسحة الأخيرة اللي خضعوا لها قبل الصفر الحمد لله سلبية كل يعني اللعيبة والجهاز الفني وكل الجهاز المعاون كمان عايزين نتكلم النهاردة في مشاركة مهمة جدا الحقيقة لكل العيبة الأهلي اللي كانوا موجودين في المنتخب الأولمبي موجودين برضو يعني خلفنا في التدريبات النهاردة نضموا النهاردة يعني صلاح محسن طاهر محمد طاهر كمان ناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان باكم للمشاركة بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي هيسافروا إن شاء الله مع الباثة وكمان يعني في حال تأهل المارد الأحمر إلى النهائي هيتم استبعادهم من المنتخب الأولمبي عايزين برضو في نهاية يعني النهاردة جولتنا داخل مقار نادي الأهلي بالجزيرة عايزين نتكلم طبعا أن الماسترز رجال تأهلي الفريق الأول حقق أفوز مهم جدا طبعا أمس الاتنين على الترسانة في مباراة ربع نهائي كاس مصر الحقيقة كانت مباراة قوية جدا ما بين الفريقين ولكن كالعادة الماسترز قدروا إن هم يعني يحسموا اللقاء والتأهل نصف نهائي كاس مصر ده طبعا بعد حصولهم على الدوري لحقيقة الماسترز يعني أمرهم ما خزلون أبدا كمان مباراة قيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة ويعني كابتن ميدو مصلحي الحقيقة صراح لنا مباراة أنه النهاردة هم خلاص مسافين الإسماعيلية لملاقات الاتحاد في المباراة وإن شاء الله يقدروا أن هم يتأهلوا إن شاء الله للنهائي هتكون يعني المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الخميس المقبل وهي نصف نهائي كاس مصر هتقاوم على صالة هيئة قناة إسويس بالإسماعيلية دي كانت كل أخبار هنا وكمان أخبار تمرين الفريق الأول التمرين الأخيرة قبل التوجه لتونس إن شاء الله يعني بتنمالهم كل خير وإن شاء الله يكون الفوز هو حلفهم بشكركم جدا العودة للستوديو مرأة إحنا اللي بنشكر جزيلا شكر يا ماري من نورتينا وصباح البل عليك وأخبار مطمئنة لا أخبار جميلة وأداء رائع يعني برافو عليك يا ماري بجد يعني المرسلين الشاطرين جدا جدا وأخبارك حلوة بجد يعني الحمد لله إحنا تطمئنا زي ما أنت قلت على اللعيبة خصوصا أفشة أفشة إحنا بنطفق معاك هو عنصر أساسي وهو شخص ملتزم جدا يعني رياضي فعلا ملتزم جدا وده يعني الجميع بيشهد لي فبالتوفيق يا رب دايما للفريق وكمان المنتخب الأولمبي اللي شرفنا كل التوفيق ليهم يا رب شكرا لك يا ماري مجدا خلينا بقى نروح دلوقتي وين شكرا